العودة الآمنة إن شاء الله بالدراسة أيضا يكتنفها تحديات معينة خاصة وأن بعض الفئات العمرية في البيئة التعليمية قد يكون هناك تحديات في سلوكياتها أبرز ما نريد أن نذكر فيه اليوم دائما نحرص على ارتداء الكمامة دائما نحرص على تذكر أبنائنا وبناتنا بينظافة اليدين التباعد الجسدي وعدم مناولة أو تبادل الأغراض فيما بين الزميل وزملائه أو الطالب أو زميلاتها مهم جدا أيضا أن نتحقق ونؤكد على سلامة أبنائنا باستكمالهم للجرعتين وطبعا لن يمكنوا من الحضور ما لم يكونوا مستكملين للجرعتين لسلامتهم أولا ولسلامة كافة أفراد المجتمع أمر آخر نشدد على التنبيه إليه لو كان الطفل أو الطالب أو الطالبة يعاني من أي أعراض يجب أن يقوم بتقديم نفسه للرعاية الصحية أو الطبية اللازمة إشعار الجهات المعنية بذلك عدم الحضور لكي يكون هو بإذن الله في حالة صحية أفضل إضافة إلى سلامة الآخرين من حولها